اشتركوا في القناة في منطقة الركن والمقام وفي ذلك الوقت قامت كل القنوات على اليوتيوب بتغطية هذا الخبر وكان اول قناة اتكلمت عن هذا الموضوع كانت القناة المتواضعة بتاعتنا ارجعوا للتواريخ بتاعة نشر هذا الخبر هتلاقوا ان اول قناة اتكلمت عن هذا الجدار العازل بل ان اول قناة استطاعت ان هي جيب صورة متحركة صورة فيديو لمنطقة ما بين الركن والمقام كانت القناة بتاعتنا لان في ذلك الوقت كان التصوير في صعوبة وكان البث المباشر لقناة القرآن الكريم السعودية كان جايب مشهد الركن والمقام من الزاوية الخلفية يعني من ظهر الايه من ظهر الصورة فبفضل الله كانت القناة بتاعتنا معلومات اسرار اخر الزمان قناة سباقة في نشر هذا الخبر ومشيت كل القنوات من بعدها في عرض هذا الخبر وتحليل السر وراء هذا الجدار العازل وفي ذلك الوقت في التوقيت دوت كالعادة المسؤولين القائمين على الكعبة المشرفة ما طلعوش قالولنا اي بيان بيبين ايه السبب وراء هذه الحجرة واستمر عرض هذه الحجرة اكتر من اسبوع على ما اتذكر كل من الناس تفتح قناة القرآن الكريم يلاقوا التصوير من زاوية عكسية خلفية ويلاقوا هذه الحجرة وطبعا زي ما قلتلكم ان المسؤولين لم يعلنوا السبب في هذه الاعمال هل هي اعمال صيانة طيب لو هي اعمال صيانة اشمعنا في منطقة الركن والمقام فما بينوش لنا السبب ممكن يكون لان هما بيعتقدوا ان المكان ده خاص بيهم ان هما بيعتقدوا ان مكان الركن والمقام بال الكعبة كلها حاجة من ضمن الاملاك بتاعة السعود يعني عشان كده لم يعلنوا لنا السبب الحقيقي وراء هذه الاعمال معلش استحملني في هذه المقدمة على الاتابع هذه الحلقة من اول دقيقة لاخر دقيقة علشان هتسمع كلام جديد وفي منتهى الاهمية في ذلك الوقت بدأت القنوات تكتهد السبب في هذا الجدار منهم من قال ان هي اعمال صيانة ومنهم من يعني شرد بايه بخياله وقال ان في كنز بيحاولوا يستخرجوه من تحت الكعبة وتعددت الاكتهادات والاقويل بالامس احد الاخوة القائمين على القناة عندي اللي بيساعدوني في القناة جزاهم الله خيرا ارسل لي مقطع فيديو لأحد القنوات الصديقة اللي بتتكلم عن علوم اخر الزمان هذه القناة تناولت الموضوع وتكلمت عن اسباب جديدة في هذا الجدار ليه حطوا هذا الجدار وحبيت اننا اتناول هذا الموضوع لانه من الاهمية بمكان واحنا قنوات بتتكلم عن علوم اخر الزمان وكباحثين بنكمل بعضنا البعض المهم كان الكلام عن سبب غريب جدا ومعلومات استطاعت هذه القناة ويجب ان ننسب الامر لايه لأهلي لندية امانة ان المعلومة بتقول ان اعمال الصيانة في المنطقة ديت بالذات اللي هي بتاعته الركن والمقام كان بسبب وصول ما زمزم الى منطقة الركن والمقام وديت في الحقيقة بالنسبة لي انا شخصيا كانت مفاجأة ازاي مياه زمزم تصل الى هذه المنطقة والسؤال ولو فعلا صح هذا الخبر المية بتاعة زمزم تصل الى منطقة الركن والمقام فقط ليه ما توصلش وما تحوطش صحن الطواف مثلا ليه ما توصلش لمكان على نطاق اوسع اش معنى بالذات تصل المياه الى هذه المنطقة منطقة الركن والمقام منطقة الركن والمقام للا ما يعرفشه لان انا بتفاجئ في التعليقات لما بتعرض علي ان في ناس ما زالت لسه بتسأل الاسئلة البديهية حتى ان في حد ارسل الي منذ ايام بيقول لي هو مين المهدي هو المهدي ده شخصية حقيقية ولا شخصية خيالية ما زال لسه في ناس بتقول ان المهدي مش شخص ان المهدي رمز للخير وناس بتقول ان الدجال الاعور هو رمز للشر لسه في ناس بتتكلم كده طبعا احنا بنعذر الناس ديت لان معركة الوعي كانت غائبة لفترة طويلة وتغييب العقول وتسطيح العقول كان امر متبع بسياسة منهجية ازاي ان انا اخلي الناس افكارهم مشوشة والمعلومات بتاعتهم مغلوطة ارجع وعايز اقول ان فعلا هذا الخبر لو تأكدنا من صحته فله دلالات واشارات ده علامة قبرى ان ميت زمزم تصل الى هذا المكان بالتحديد وتترك ما حوله وتتمركز في هذا المكان فهي اشارة الى ان الامر قد اقترب الركن والمقام مكان مهم جدا من هذا المكان سيبايع الامام المهدي من هذا المكان سينطلق النور الا هيضيء العالم مش الاسلامي بس الا هيضيء العالم كله لا انسى منذ فترة عندما جاءتني رؤيا وعرضتها على هذه القناة من امرأة فرنسية غير مسلمة ونقلت هذه الرؤيالية عن طريق الاخوة المتواصلين لان هي كانت الرائية في حالة من الزهول لانها رأت رجلا يلبس لباس العرب ويلبس عمامة العرب يجلس على عرش فرنسا شافت واحد يلبس اللباس العربي يحكم دولة فرنسا حين ذاك اولت هذه الرؤية ان هذا الرجل هو الامام المهدي فانتبه لان العالم كله يراقب هذه البقعة الكعبة وبالاخص المكان ما بين الركن والمقام فكون ان العلامة دي لو صحت لو صح هذا الخبر دية اشارة وبشارة كبرى لقرب ظهور الامام في سؤال بيخطر فيه ازهان المشاهدين والمتابعين لو كان هذا الخبر صحيح وتضفق الماء بتاع زمزم الى مكان الركن والمقام السؤال هو سؤال يعني ذاكي شوية ليه المسؤولين لم يعلنوا عن هذا الامر خبر عادي مية من زمزم تضفقت على المكان ما بين الركن والمقام ولهم عارفين ان الخبر دوت له دلالة قوية جدا وهيلفت نظر الناس وعلى رأس الناس القنوات اللي على اليوتيوب اللي هي اصبحت مؤرقة جدا لكثير من الناس واصبحت تمثل خطورة على كثير من الناس وفجئت وانا بشوف كاحصائيات عن القنوات بتاعة اليوتيوب فلقيت ان من اكثر الدول التي تتابع قنوات اليوتيوب التي تتكلم عن اخر الزمان وظهور المهدي لقيت اعلى نسب المشاهدة من دولة الكيان الصهيوني المحتل وديت اشارة خطيرة جدا بتبين لنا ان الناس وغدى بلها مننا وهم عارفين ان مصدر الارق ومصدر المتاعب هي القنوات اللي بتحاول تفهم الناس مكسب كبير جدا الاحصائيات والارقام بتثبتوا لينا في معركة الوعي اللي احنا بنحاول ان احنا نفهم اكبر عدد من الناس ماذا يجري من ورائك اللي بيحصل من ورائك لو انت شايف بعد الاحداث اللي احنا بنشوفها دي اني لسه بدري ولسه الامر بدري عليه وزمان الظهور بعيد فلازم تعرف ومعليش سمحني في هذه الكلمات لازم تعرف ان انت متابع غير جيد للاحداث او ان انت مثلا بتتبع مثل عندنا في المصري احييني النهاردة وموتني بكرة ناس كتير يعني للأسف عايزة لسه تتمتع عايزة لسه ان هي ما عندوش عربية حديثة عايز يجيب عربية حديثة بنا دورين في البيت فعايز يخليهم اربعة معاه الف جنيه عايزهم يبقوا مية في ناس كتير الامال والامنيات لسه عايزين يعملوا حاجة فانت ما تيجي تقوله ان احنا في اخر الزمان واقترب ظهور المهدي والعدات بيصفر يبقى انت كده بتقضي على الاحلام بتاعته اختم واقول ان احنا في ايام فاصلة وايام حاسمة واتذكر لما غز يونس ابن متة نبي الله ومعه بني اسرائيل عايز يخش الارض المقدسة ومعاه بني اسرائيل اللي خزلوا نبيهم موسى ودخلوا في زمان التيه وحصلوهم الحاجات اللي احنا معظمنا عرفينها فجالهم نبي الله يونس عايز انه هو يخزو ويخش وكان الارض المقدسة بيحتلها في ذلك الوقت العماليق فقال لهم يونس لا يتبعني احد هؤلاء ماينفعش ينضم معايا في الجيش احد هؤلاء الاصناف دي رجل رجل كتب علم امرأة ولم يدخل بها ده ما يحاربش معايا ابدا لانه لو حارب معايا مش هننتصر دماغه كلها تبقى في الايه في الدخول وفي الايه وفي يوم الجواز ولا يتبعني رجل بنا بنيانا ولم يكمله واحد بنا بيت ولسه ما اكملش بناء هذا البيت هيبعا عايز يرجع ويعود الى البيت والبيت مظهر وبناء البيت مظهر مظهر الدنيا والانغماس فده ما ينفعنيش في المعركة حبيت اوصل هذه الاشارة في قصة نبي الله يونس الى ايام الظهور للمهدي الناس اللي هي مش عايز المهدي يظهر بتفكرني بالناس اللي سيدنا يونس حذر انهم ينضموا الى جيشه اكيد وصلت الرسالة وارجو من الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في هذه الحلقة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة